اشتركوا في القناة سيدة بوشرة جمعية تحدي والمساوات والمواطنات لقات مشروع جديد وسافرات وسفراء النوع الاجتماعي علش هذا المشروع وشكل الفئة التي تستهدف في هذا المشروع؟ لماذا هذا المشروع؟ لأن تبلينا بالملوص داخل المجتمع المغربي أن هناك قصور في تبني قيم المساوات قيم الكرامة، قيم الحرية والعدال الاجتماعي وحترام الآخر وخاصة النساء تلقوا اليوم أن عدة حواديث وقعات من طرف قصيرات وقصيرين لقينا أنه لم يكن اجتملك المساوات والحصير من المرأة كإنسان بل دائما تلقوا في الشارع العمومي في الأماكن تلقى الأماكن الخاصة أن هذه المرأة دائما هي النوجة ودائما خاصة نستغلها ودائما خاصة نتملكها كذلك لقينا أن اليوم حان الوقت لا شيء حان الوقت اليوم بل نحن دائما نناضل وتنشغله في هذا الجانب هو أن داخل المؤسسة التعليمية هذا النشأ خاصة نوصله لمقيم الإنساني هذا النشأ خاصة نربيه على المساوات هذا النشأ خاصة ننبد العنف، ننبد تمييز، ننبد لا مساوات المرأة الحام سفيما سيبدعم مؤسسة التعليمية على صعيد مدينة الضالبيضاء والذي يستطيع ему أن يكون ألف وستمائة تمschaft على صعيد مدينة الضالبيضاء هذا مهم جدا للجive يعمل معهم على الغيموت سيعمل معهم على المساوات سيعمل معهم على الظuerdo ولا سيعمل معهم على المناظفة سيعمل معهم على عدة قوانين منظمة في المغرب باتفاقيات دولية. لماذا؟ باش نقدرون نخلقون نشأ تي آمن بهذا القيام. نشأ اللي تي حصان المرأة. نشأ اللي في الوقت تيكون حاضر تينبذ كل أشكال دي التمييز العنصرية واللمساوات. احنا بغينا مجتمع آخر مجتمع اللي ينباني على المساوات الحقيقية بين الجنسين يتملكها هذا النشأ. لأنه هو المستقبل. هو اللي احنا تنراهنه عليه. لأنه جيل كبير كبير صافي سلينا ولكن كين واحدين يجيين في الطريق اللي خاصة في الوقت اللي يكون خارجة في الشارع في الوقت. اللي يكون داخل مؤسسات تعليمية في الوقت. اللي يكون في أي مكان أنه تحصار المرأة الإنسان. مجمع من القوانين ورغم المجهود اللي تستبدلوا الدولة. ولكن الملاحظة باقي هذه الصورة النمطية على المرأة. علش في رأيك؟ لأن بقاية هذه الصورة النمطية متغلغلة في المجتمع المغربي باعتباره أنه مجتمع يؤكد على التقافات والعادات وكذلك يحط على الظكور. فهو مجتمع ذكوري محد وقمعي إن صح القول. لهذا جاءت جمعية التحدي للمساوات والمواطنة بمشروع سفيرات وصفراء النوع الاجتماعي من أجل النهوض بقيم الإنسانية وحقوق المرأة في المجتمع المغربي. الجديد هو كل شيء لأنه لا يعقل باش نديروا إحنا قوانين ونوقع على اتفاقيات والجيل الجديد لا وجود له. ما عارفهاش. ولا لا يؤمنوا بها. وهو خيض في التربيات لمساواة. التربيات التي تتحمل البغض تتحمل الدنيا. تتحمل التمييز تتحمل عدم الاحترام تتحمل العنف إذا نحن نبغينا جيل آخر جيل جيل اللي تفهم ما هو قانون 113. تفهم كيفاش يتعامل. تفهم ما معنى الاحترام. تفهم ما معنى التعاون ما معنى التضامن. ما معنى القيام الإنسانية. هذا مهم جدا. وكذلك احنا من المطالب دينا الأساسية في هذا المشروع كله هو أن المناهج تعليمية تتحمل هذه الأفكار ديال تقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة. لأن احنا نغندروا خطوات من أجل العمل مع التلميذات والتلاميذ. ولكن في نفس الوقت خاص الدولة وخاص ووزارة التربية الوطنية أنها تعمل في هذا الجانب ديال تربية النشأة على القيام الإنسانية. تعتبروا هذه الشباب والشابات اللي حتفيقوا معنا في المشروع هذا. هما اللي يحملون مشعل نيدال من أجل حقوق المرأة من أجل حقوق الإنسان كأول حاجة ومن أجل حقوق المرأة والمناصفة بين المرأة والرجول. هذا المشروع هذا غذي تضمن عدة محاور وتكاوين لهذا الشباب هضو والشابات بالتر البيضاء على عدة مقاطعة أي تمانية مقاطعات بالتر البيضاء هالتكاوين هذي غذي تكون بتخافيق بسفتليه المنصفة بين الرجل والمرأة كما سبق الدكر والمساوات بين الرجل والمرأة وعدة قيام إنسانية لديها علاقة بالمساوات بين الرجل والمرأة